ما يعلن أكيد هنألم بس أنا عايز أقوله النادي الأهلي دايما بيشتغل ودايما بيطور ودايما بيشوف فرقيته نقص إيه وشفنا يعني كابتخاذ العوضي في مدخلة في قناة النادي الأهلي هو بيقول إن الفترة اللي جاية هتشهد يعني التركيز بقى على الملف المحترفين في الألعاب الكلها هيشهد التركيز مع دعم الفرق النهاردة قلت الياد بتلعب في البوسنا بطولة دولية ونجيب أخبارها عندك أيضا كرة السلة مستر أجوستي بوش خلاص مفهوض يكون وصل وبدأ يستعد للمسم الجديد الطويل برضو أيضا اللي هيكون فيه مباراة كثيرة يعني النادي الأهلي ما بيقفش عند حاجة معينة مسم تاريخي يتعامل لا عايزين نعمل مسم تاريخي تاني وثالث ورابع وعشر وهو ده النادي الأهلي استكمالا طبعا زي ما قلت لمدخل كابتخاد العاودي النهاردة كابتخاد العاودي استقبل طبعا مستر فرناندو مونزو المدير الفني الأسفاني الجديد لكرة طائرة رجال واللي راح النهاردة فيه النادي الأهلي وزار النادي الأهلي وطبعا شهد مرسم توقيع على العقود رسميا واستلم مهمته طبعا ده كابتن عبدالرطيف عثمان اللي تولى مهمته في الوقف على يميلة باستشيرت اسود وطبعا دكتور سعدي شلبي مدير تنفيذ النادي كابتخاد العاودي وفرناندو مونزو المدير الفني دولي في الصورة دلوقتي وده في مكتب الدكتور سعدي شلبي المدير التنفيذي وأحد طبعا يعني أنشط الشخصيات يعني الحقيقة اللي جات في هذا المنصب في النادي الأهلي والحقيقة اللي دارت تنفيذية بتشهد طفرة في وجوده وطبعا كابتخاد العاودي غني عن التعريف مدير نشاط الرياضي طبعا كانوا فيه زيارة كده سريعة مع المدير الفني وجولة جوه النادي في حضور طبعا عبدالعطيف عثمان طبعا مدير الفريق للكرة الطائرة ومحمد السيد طبعا اللي هو كان لابس تشيرتي يعني يمكن كاموني شوية كده اللي كان معهم طبعا بيستعرض طبعا كؤوس النادي وتاريخه طبعا أنا الصورة يعني واضحة الانبهار وتمركز وعايز يعرف كاس ايه طبعا مستحيل بيسمعه أو بيسمعه عن نادي الاهل النهاردة بيشوفه على الحقيقة بيشوف يعني زمانتوا شايفين كؤوس النادي الاهلي وما اكثرها وكؤوس يعني من العيارة التئيل كؤوس افريقيا سوبر افريقي طبعا دكتور مهند مجدي كان موجود النهاردة وطبعا حظية بلقاء مع المدير الفني الجديد فرناندو مونزو ودار حوار مابينو بن دكتور مهند دكتور مهند طبعا بطل العالم في الكاراتين النهاردة يعني واقف طبعا في حضرة عظماء النادي الاهلي من رؤساءه على مدار التاريخ وده هو ده نادي الاهلي طبعا بيكرم رؤساءه بيكرم رموزه دائما أبدا وبيعتز بيهم دائما أبدا فالنهاردة كابتخاد العوضي خده في جولة زمانتوا حداتكم شايفين هنا طالع الحمام السباحة ده سلم حمام السباحة ومجمع جوه نادي الاهلي الجزيرة وطبعا خده حمام السباحة ولف الجولة في النادي لازم النهاردة يعني كابتن فرناندو أو مدير فن فرناندو مونزو زي ما سمع عن النادي الاهلي أكيد بيشوف ده وهو راجع بقى على مكتب النشاط الرياضي مع كابتخاد العوضي ده على مبنى مجمع الاسكواش اللي فيه مكتب كابتخاد العوضي ده الجيم نزله طبعا عشان يشوف الجيم ده الجيم الرياضيين وفيه جيم للأعضاء هنا ده جيم الرياضيين بيكون فيه بعض الإكويمنت المختلفة شوات تخصصية بيتفرج عليه عشان ما يتعرضش مع مواعيد عشان المواعيد طبعا مع الأسادة الأعضاء زي ما حداكم شايفين أحد اللاعبات طبعا بتتمرن بعد كده طبعا بيوري له الأجهزة ده المكان اللي طبعا هيستضيف فيه اللعيبة فيه مفاجأة طبعا في وجوده في التدريب كان مصطفى عسل نجمنا اللي كان معنا الحلقة القبل اللي فاتت كان موجود كمان في الجيم بيتمرن قابل طبعا مستر فرناندو منزو وطبعا خدوا صورة تسكرية معاه طبعا زي ما حداكم شايفين هو ده النادي الأهلي البيت الكبير الأسرة الكبيرة اسكواش بيسلم على كرة طائرة في وجود كابتل خاد العودي من دول نشاط الرياضي بيتطمن على مصطفى بيقوله أخبارك ايه وبيهزر معاه وبرضو استكمله طبعا أكيد الجولة اللي في النادي الأهلي يعني زي ما بقول لحضراتكم كانت مهمة جدا أنه يشوف ويستلم ويعرف ايه الموجود في النادي الأهلي وطبعا يقدر يعرف التولز والأدوات اللي عنده وأكيد طبعا استكمال الزيارة دي أكيد دخل الصالة وبص عليها وشاف مكان تدريباته بيبقى طبعا لازم يعني أي وفد جديد بيبقى طبعا أكيد مبهور بالنادي الأهلي يمكن ده الفرع الرئيسي في النادي الأهلي ولكن انت النهار ده عندك فرع المدية ناصر عندك فرع الجزيرة المقر الرئيسي في الجزيرة عندك فرع الشيخ زاد وفرع التجمع النهار ده يعني يمكن هيروحهم أكيد زي ما حتى مستر كولر لما راح كل الفروع أكيد هيروحها ودي عظمة النادي الأهلي اسم يعني تاريخ وحاضر ومستقبل فدي كانت زيارة وتقريرنا أو كاميرتنا اللي كانت موجودة مع زيارة مستر منزل نتمنى له كل التوفير حقيقة عنده مهمة صعبة خلينا نعترف بس بأمانة عشان يعني نعرف حجم المسؤولات اللي عليها والنهار ده فرقة يعني كرة طائرة لها تاريخ كبير يمكن لم توفق السنة اللي فاتت في الدوري والكأس فالنهار ده هو محتاج يخليها تعود تاني لمنصات التتويج كأول عندك اثنين لعيبة تم الاستغناء عنهم أو تم الاستغناء عن خدماتهم منهم لعب راح للنادي المنافس فإذا انت عندك النهار ده يعني فنيا يمكن تم إضافة ولكن أنا عايز أقول حاجة وكنا بنقول الكلام ده يمكن قبل مطلع الهوى مع زملائي وأعزائي اللي كانوا في برنامج السادسة قبل مني على طول النادي الأهلي طول عمره لا يعتمد على النجوم النادي الأهلي بيعتمد على سيستم بيعتمد على روح بيعتمد على أداء شغل فالنادي الأهلي عمره في حياته مكان بيكسب عشان هو اللي عنده النجوم الأكتر بالعكس شفنا سنين طويلة حتى فكرة القدم نفسها النادي الأهلي مش دايما بيكون عنده النجوم الأكتر ويمكن أفكركم بدولي سنة 2000 أو 2001 يعني مش بفتكر التواريخ قوي كان يعني في النادي المنافس بدون ذكر أسامي يعني كان بيسموه فريق الأحلام وكان وصل لمرحلة متقدمة جدا في الدولي وفرق في النقاط على النادي الأهلي والموسم انتهى في النادي الأهلي الدولي فالنادي الأهلي دايما أبدا لا يعتمد على النجوم ويمكن بيعتمد على الروح والروح بتيجي نتيجة عدل نتيجة شغل نتيجة جهد نتيجة يعني سيستم واحترام والتزام في المحصرة في الآخر بتكسب ولكن ما بيكسبش عشان عنده التخمة من النجوم زي ما بيقوله أو عنده النجوم الأكتر في حين إنه ممكن تبقى عندها تخمة من النجوم وبتخسر خلينا نقول ده خلينا نتوقع إن شاء الله الأفضل لكرة طائرة يمكن فيه دعم واضح من المجلس الإدارة ينتظر ملف المحترفين في الكرة الطائرة طبعا مستر مونزو هو اللي يختار المحترفين بشكل يعني مباشر هو الرئيس الجمهورية وهو اللي يختار المحترفين وهي سيتم الإعلان عنهم اللي عرفوا برضو إنه بيتم يعني فحص مجموعة من اللعبين وهيتم ترشيح اللعبة اللي هو عايزها لكابتخاذ العوضي وبناء عليها هيتم السعي وراء التعاقد معهم بإذن الله